أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أنه لم يتم التوقف عن العمل وتنفيذ عدد من المشروعات في ظل الظروف الحالية وأوضح رئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطرات سعيد مصر ببشتيل أنه تم إنجاز 41 ألف كيلو متر من الطرق داخل القرى المعنية بمشروع حياة كريمة مضيفا أن المبادرة ستظل مستمرة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وشدد رئيس السيسي على أن الدولة لم تملك خيارا سوى تنفيذ تطوير جذري في منظومات النقل والسكك الحديدية لافتا إلى أنه لو لم يبدأ التطوير مبكرا لزادت التكلفة أكثر من ذلك بكثير حيث أن الأسعار العالمية تضعفت هذا وأوضح رئيس السيسي أن الحكومة كانت تعي جيدا أن التطوير سيسب معاناة لكثيرين مضيفا أن الخيار الأفضل هو المعاناة من أجل تطوير الدولة وضمان تسليمها للجيل القادم على أفضل وضع استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات تنشنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا في قطع غزة وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط غزة وباستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع وضيفا أن العدد مرشح للزيادة بظل وجود مصابين في حالات حارقة ألنت وزارة الصح اللبنانية مقتل 15 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق وأكدت الوزارة مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة المعيسرة شمال بيروت كما أفادت بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بالإضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها إثر غارة إسرائيلية على دير بلدة قرب مدينة البترون في شمال البلاد ومقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارة على برجة في قضاء الشوف جنوب العاصمة أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مراتق حول عدد من البلدات في شمال إسرائيل بعد تقييم أمنية وجاء ذلك عقب إخلاء العديد من تلك المناطق جراء إطلاق حزب الله اللبناني صواريخ وقضائف من لبنان أكدت أربعون دولة على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة المنتشرة في جنوب لبنان اليونيفيل وحتت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة في هجمات إسرائيلية هذا وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة بعد أن اتهمتها القوة الأممية بإطلاق النار بشكل متكرر وعمدا على مواقعها قال رئيس الأوكراني فراديمير زرنسكي أن قوات روسية حاولت اقترض القوات الأوكرانية من مواقعها في منطقة كورسك على الحدود بين البلدين لافتا إلى أن قوات بلاده لا تزال تتشبث بمواقعها وقال زرنسكي أن التواغل الأوكراني في كورسك يهدف لإبعاد القوات الروسية عن مواقعها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب متواصلة منذ شهور هذا وأقر زرنسكي بوجود ظروف صعبة في منطقتين جونسك وزابوريجيا التي تسيطر عليهم روسيا جزئيا يجب أن يكون المهم جيدا لقدمما كيف كان يجبن شخص الإجابات الآن كل ما القناة